وبالتزامن مع ذلك فقد استذكرت الكويت اليوم ببالغ الحزن والأسى أمير العطاء والإنسانية الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه والذي خلد اسم البلاد في المحافل الإقليمية والعربية والعالمية نعم وفجعت الكويت في التاسع والعشرين من سبتمبر العام الماضي بخبر إعلان وفاة أمير الإنسانية لتفقد البلاد برحيله أحد كبار قادتها وصانعي أمجادها ونهضتها في مثل هذا اليوم ودعت الكويت والعالم أمير الإنسانية وقائدها الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه الذي عاشت في كنف قيادته 14 عاماً خلد فيها اسمها في المحافل الإقليمية والعربية والعالمية ففي التاسع والعشرين من سبتمبر عام 2020 نكست الكويت أعلامها واتشحت بسواد بيوتها بعد إعلان وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عرفه الكويتيون خلالها أباً وأخاً وقائداً أسهم في دفع عجلة التنمية فيها وأتحقيق نهضتها وأتعزيز استقرارها وبرحيل الشيخ صباح الأحمد فقدت الكويت أحد كبار قادتها وأصانع أمجادها كما فقد الوطن العربي قائداً حكيماً لطالما كان حريصاً على توحيد كلمته وأتمتين صفوفه ووائد الخلاف بين الدول فيما فقد العالم أميراً للإنسانية وقائداً للسلام بين مجتمعاته ومنذ أن تولى دفة الحكم في البلاد يوم التاسع والعشرين من يناير عام 2006 حرص الشيخ صباح الأحمد على السير على النهج الحكيم الذي سار عليه أسلافه الحكام الكرام طوال العقود الماضية في أداء دور فاعل في مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة ودرء الخلافات بين دولها وتحقيق السلام في مجتمعاتها وعلى الصعيد الداخلي قاد الأمير الراحل البلاد نحو التطور والتنمية والازدهار في مرحلة صعبة شهدت فيها المنطقة تحديات كبيرة وأهتم ببناء الإنسان واعتباره أثمن الموارد التي يملكها الوطن وعماد نهضته وتطوره ورخائه ولطالما عرف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بانتهاج سياسة حكيمة حافظ من خلالها على مكانة متميزة للكويت في محيطها الخليجي والعربي والدولي وشهد العالم بأسره نجاحاته الدبلوماسية في نصرة القضايا العادلة للشعوب وحماية البلاد من أي تأثير يهدد كيانها والوصول بها إلى بر الأمان في محيط مضطرب بالتهديدات وإذ كانت البلاد قد عاشت تحت قيادته خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية فقد سبقتها عقود من العمل الرسمي تبوأ خلالها عددا من المناصب أسهم من خلالها في تعزيز مسيرة بناء الوطن وتوطيد أركانه وترسيخ مكانته وعلى الصعيد الخارجي تبوأت الكويت مكانة مرموقة بين دول العالم واستحقت عليه اختيارها من قبل الأمم المتحدة مركزا للعمل الإنساني وأطلق على فقيد الكويت حينها لقب قائد للعمل الإنساني وإذ رحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله بجسده فستظل إنجازاته البارزة أدفونة في سجل تاريخ الكويت وعطاءاته خالدة في مسيرتها الحديثة وأسهماته ومبادراته منارة للأجيال تقتدى بها لتسهم بدورها في بناء الوطن وازدهاره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر